السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غزة وتعرف أيضا باسم غزة هاشم نسبة إلى الجد الثاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولدفن فيها وتعتبر مدينة غزة هي تاني أكبر المدن الفلسطينية بعد مدينة الأدس هو واحدة من أقدم مدن العالم وأكثرها كسافة سكانية أهلا بكم في علومة معارض ولو دي أول مرة تشوفنا فياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل فيديوهاتنا أسس الكنعنيون مدينة غزة في القرن الخمستاشر قبل الميلاد واحتلها بعضهم الكثير من الغزاه زي الفراعنة والإغريق والرومان والبيزنطيين وفي سنة 635 ميلاديا استطاع المسلمون العرب فتح المدينة وأصبحت بعدها مركز إسلامي مهم جدا وبيوجد فيها قبر السيد هاشم بن عبد المناف وهو الجد الثاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك تعرف باسم غزة هاشم كما أنها مسقط رأس الإمام الشافعي صاحب المذهب الشافعي والتي تولد فيها سنة 767 هجريا وبتقع مدينة غزة على سحل البحر الأبيض المتوسط على ارتفاع 14 متر في سطح البحر ويبلد متوسط درجات الحرارة فيها في فصل الشتاء حوالي 13 درجة مئوية وبتصل درجات الحرارة فيها في فصل الصيف لحوالي 25 درجة مئوية فقط وتعتبر مدينة غزة تاني أكبر مدينة فلسطينية بعد مدينة القدس وبتقع شمال قطاع غزة في الجزء الجنوب الغرب لفلسطين على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وعلى مساحة تقدر ب56 كم مربع وتبعد عن مدينة القدس 78 كم وبيبلغ تعداد سكان محافظة غزة تقريبا 700 ألف نسمة وده بيخليها واحدة من أكثر المدن كسافة سكانية في العالم وتعتبر مدينة غزة أكبر مدن قطاع غزة واللي بيتكون من خمس محافظات وهي المحافظة الشمالية ومحافظة غزة والمحافظة الوسطى محافظة خان يونس ومحافظة رفح وبتتكون مدينة غزة من 11 حي و3 مخيمات ونبدأ بحي الشجعية وهو أحد أكبر أحياء مدينة غزة وبيسكنه تقريبا أكتر من 300 ألف نسمة وبيعمل معظم سكانه بصناعات خفيفة زي الزراعة وغيرها حي التفاح وبيرجع تسميته بسبب كسرة أشجار التفاح واللي كانت منتشرة في الحي ده بشكل كبير جدا حي النصر وسمي احتراما للرئيس جمال عبد الناصر في الخمسينيات حي الدرج واللي بيعرف كمان باسم حي بني عامر نسبة لقبيلة بني عامر العربية واللي سكانته مع بداية الفتح الإسلامي للمدينة وده بالإضافة إلى حي الزيتون وحي الصبرة وتل الهوى وأصبرة والشيخ ردوان وبتوجد أيضا 3 مخيمات في المدينة وهي مخيم جباليا ومخيم الشاطئ ومخيم النصيرات ومعظم سكان مدينة غزة مسلمون سنة وده إلى جانب أقلية مسيحية تعيش موظمها في حي الزيتون موظمه من الأرسيزوكس الشرقيون وأبرز كنايسهم كنيسة القديس بريفيريوس وفي غزة كباء المدن الفلسطينية بيتم التبادل في عمليات البيع والشراء بتلت عملات وهي الدينار الأردني والدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي وتبلغ نسبة البطالة في غزة حوالي 50% تقريبا وبيعاني الاقتصاد بشكل عام في قطاع غزة من سنة 2008 بسبب الحصار الشديد المفروض على القطاع وده أدى إلى نقص حد في المواد الخام وعدم القدرة على التصدير فقد انخفضت أعداد المصانع من 3900 مصنع إلى حوالي 195 مصنع فقط وأدى ده إلى خروج حوالي 75 ألف عامل من أصل 110 ألف عامل من سوء العمل وبتشتهر المدينة بزراعة وتصدير الزهور وده إلى جانب زراعة بعض المحاصيل الزراعية زي الشعير والأمح وبتشتهر برضو بزراعة البرتقال والليمون والبطاطا والعنب والفراولة والخيار والتين وتعد أبرز الصناعات في المدينة هي صناعة الصبون ده إلى جانب صناعة الفخار والتطريز والملابس القطنية وصناعة الزجاج وبيعتمس سكان غزة على المياه الجوفية كمصدر أحيد للشرب والاستخدام الزراعي والمنزلي وبيعد ودي غزة هو أقرب جدوى المائي لمدينة غزة واللي بيحتوى على كمية قليلة من المياه في فصل الشتاء بيتم تحويل معظمها لإمدادات المياه في إسرائيل وتقريبا بيأكاد يخلو من أي مياه في فصل الصيف والمياه الجوفية على طول ساحل قطاع غزة هو تقريبا الخزان الرئيسي للمياه العزبة في قطاع غزة ككل ودلوقتي هنتكلم عن أهم المعالم في مدينة غزة أولا جامعة العزهر وهي مؤسسة أكاديمية من مؤسسات التعليم العالي اتأسست سنة 1991 وبتعتبر أكبر جامعة في قطاع غزة الجامعة الإسلامية اتأسست سنة 1978 ميلاديا وهي مؤسسة أكاديمية مستقلة من مؤسسات التعليم العالي المسجد العمري الكبير ويقع في حي الدرج ويعتبر من أقدم وأكبر المساجد وأهمها وبيعود أقدم جزء في الجامع إلى القرن الثاني عشر الميلادي وفي الأصل كان معبد وسني أم المسلمون بتحويله إلى مسجد جامع السيد هاشم ويقع كمان في حي الدرج ويعتبر من أكبر وأجمل جوامع غزة الأسرية وأنشأ المسجد في عهد المماليك وفي عام 1850 ميلاديا جديد السلطان عبد الحميد والمسجد عبارة عن صحن مكشوف محط بأربع مظلات ويوجد في المسجد ضريح جد الرسول هاشم بن عبد مناف ونسبة إليه أطلق على غزة اسم غزة هاشم كنيسة الروم الأرثوزوكس وتقع بحي الزيتون وأنشأت في بداية القرن الخامس الميلادي وتتميز الكنيسة بجدرانها الرخامية والجرانيتية الضخمة كما يوجد فيها قبر القديس بريفيروس والتي توفى سنة 420 ميلاديا ساحة الجندي المجهول وتقع في حي الرمال ويقوم فيها العديد من الفعاليات الوطنية وده بالإضافة إلى منتزه بلدية غزة ويقع في حي الرمال كمان ميناء غزة وميناء غزة هو أحد أهم موانئ فلسطين ويقع شمال قطاع غزة وذكر في عدة نصوص تاريخية قديمة ويبلغ عمقه تقريبا 970 متر ومساحته 48 ألف متر مربع وعملت إسرائيل بعد احتلالها لغزة في النكس سنة 1967 على منع الصيادين في منتجاوز 6 أميال فقط من الشاطئ وميناء غزة حاليا هو أهم بوابة لغزة بعد معبر رفح البري فهو تقريبا الطريق الوحيد لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وده من خلال القوافلة المتضامنة مع القطاع زي قافلة أميال من الابتسامات وأسطول الحرية وبتعتبر كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في غزة ويقع ملعب فلسطين في غزة ولديه القدرة على استيعاب 10 ألاف مشجع وده بيعتبر استادر منتخب الفلسطيني لكرة القدم وتمتلك أيضا عدد من الأندية الرياضية واللي بتشارك في دور قطاع غزة زي نادي غزة الرياضي والتحاد الشجعية ونادي الزيتون والسياحة في مدينة غزة بتعتمد بشكل رئيسي على البحر اللي بيتميز بشواطقه ورماله الزهبية وكمان بتعتمد على الأماكن الأثرية التاريخية حيث تضم المدينة العديد من الآثار المسيحية والرومانية والإسلامية واللي بتتمثل بالأسواق والمساجد والقصور ده إضافة إلى المدارس والكنائس والحمامات والمكتبة اللي بتحتوي العديد من المخطوطات ودلوقتي هنتكلم عن أبرز مواقع غزة الأسرية والسياحية أولا تل العجول واللي بيعتبر من أقدم المواقع الأسرية في مدينة غزة ويقع جنوب المدينة على الضفة الشمالية من ودي غزة ويعتقد أن موقع مدينة غزة القديمة كانت على هذا التل من حوالي 2000 سنة قبل الميلاد دير القديس هيلاريون وبيقع في حي الزيتون وبيعود تاريخه إلى بداية القرن الخامس الميلادي وموجود فيه عدد من الأرضيات الجميلة اللي بتحتوي على صور فسيفسائية واللي بترجع تاريخها إلى مئات السنين وده برضو إضافة إلى مسجد هاشم والزاوية الأحمدية في حي الدرج سوق القيسرية سوق القيسرية أو سوق الزهب في حي الدرج ويعود بناءه إلى العصر المملوكي وبيتكون من شارع مغطى بقب ومدبب وتنتشر المحال على جوانبه قصر الباشا وبيقع قصر الباشا في حي الدرج ويعود إلى العصر المملوكي وكان مقر الحاكم غزة في العصر المملوكي والعصر العثماني حمام السمرة في حي الزيتون وبيعتبر أحد النمازج الرائعة للحمامات العثمانية في فلسطين وبكده تكون حلقة النهاردة عن غزة انتهت ونتمنى لو في عندك أي معلومات حابب تضفه لنا ياريت تعرفنا في التعليقات وياريت لو عجبك الفيديو تتعامنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس الأشعرات علشان يوصلك كل فيديوهات مع السلام